لما يتكلم عن تربية الشاب نفسه في الجانب الصحي بشيء مقتضب ثم نترقل بعد هذه البساء الأخرى نحن طبعاً نعرف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه النفس البشرية أمانة ومسؤولية عند الإنسان ينبغي أن يراعي جانب هذه النفس إن لنفسك عليك حقاً كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قضية أنا أقول الثلاثي المهم الغذاء الجيد النوم الجيد قضية الممارسة للأنشطة الصحية بشكل جيد نحن نعتني بمثل هذه الأمور عندنا حن يدخل علينا الحقيقة كثير من الخلل في أحد هذه الأبواب الثلاثة قضية الغذاء الجيد حينما يتساهل الإنسان في قضية الغذاء فيأكل أي شيء حتى لو كان فيه لذة وفيه متعة لكن هذه سيجد الإنسان غبها ولو بعد حين أنا لا أقول أحرم نفسك ونحن نعرف أن أحرمان النفس خطأ ولكن قضية التوازن التوازن مهم جداً في جانب الغذاء النوم عندنا منهم من ينام نوماً كثيراً لدرس أنه هذا النوم لو قسم على أهله لكفاهم ومنهم من يقصر في هذا النوم فتجده لا ينام إلا قليلاً مما يلقي به تبع على جسده مارسة رياضية نحن اليوم نعاني يا شيخ على مستوى الفتيات والشباب في قضية السمنة وزيادة الوزن طبعين الممارسات الرياضية؟ نحن نجلس عند هذه الأجهزة للأسف التي أجبرت كثير من الشباب والفتيات على أن يجلس ويقضي الوقت الطوير وهو جالس مما يؤثر عليه سلبياً تحرك يا أخي نحن يقولون عندنا بالعام يقولون في الحركة بركة حينما تتحرك يا أخي العزيز وتتنشط هذه الجسم والنشاط والحيوية هذه مهمة 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 للغاية خاصة في مرحلة الشباب مر علينا ناس يا شيخ وحنا يعني في أسناننا أنت تعرف أنا شباب ما أدري أنا عين يا شيخ لكن مروا فينا في أسناننا تجز بعض الهؤلاء والله يا شيخ أنك تنظر يا تقول خمسين سنة بالكاد يقوم بالكاد يجلس يعني صلى الله أن يعافينا وياهم ولا يبتنينا ولكن بدأت بهم الأمراض مبكراً قضية السكر قضية الضغط قضية السمنة احتكاك الركب تخيل هذه الآن شخص مثلاً في مقتبل الأربعين ولا شارف على الأربعين أو في وسط الأربعين هذا إذا وصل الخمسين إذا وصل الستين يعني ماذا سيكون حاله وذلك الشاب الذي يبني نفسه في هذا الجانب بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وحفظه هو يساهم في قضية نشاطه وحيويته حينما يتقدم هذا العمر